من جديد وكما تعودنا معكم طوال شهر رمضان الكريم كل ثلاثاء نلتقي في فقرة خاصة بالدراما التلفزيونية نتحاور فيها ونرصد ملامح الموسم الدرامي وتفاصيله مع الناقل السينمائي وسيناريس الدرامي عبدالرازق وفي آخر فقرة بالشهر الكريم نقدم ما يشبه بالحصاد النهائي والتقييم لهذا الموسم من لشهد عرض ما يزيد عن 30 مسلسلان في مصر وحدها صباح الخير رامي صباح النوم كيف حالك؟ الحمد لله فكرتك ورأيك الآن أكيد بعد خلاص فاضل أيام قليلة على انتهاء شهر رمضان الكريم وانتهاء المسلسلات معي وهذا الموسم من المسلسلات اللي شهد ما يزيد عن 30 مسلسل 32 مسلسل بالضبط 32 مسلسل أي تقييمك النهائي لهذه المسلسلات؟ أو لهذه العمل؟ خليني أقولك أن في أعمال لم يكن من المتوقع أن هي تحقق نسب مشاهدة عالية تصدرت نسب المشاهدة وفي مقابل هذا الأعمال المكتملة والناضجة فنياً ربما لم تتصدر نسب المشاهدة ولكنها تظل أهم ما يميز هذا الموسم الحالي بمعنى أن هناك أعمال شعبوية يعني قاعدتها الجمهورية عريضة لكنها ليست على المستوى الفني الجيد سواء على الكتابة أو الإخراف زي كلبش زي كفرد الهاب على سبيل المثال اللي هو دول تقريباً أو الاتنين دول حققوا أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب على اليوتيوب 55 مليون 55 مليون و54 مليون لكن مثلاً في مقابل ده ستلاقي أعمال زي هذا المساء والحساب يجمع اللي هو أهم الأعمال اللي قدمت في الموسم الحالي لم تحقق نفس نسب المشاهدة ولكن مثل هذه الأعمال بيكون لها نسب مشاهدة وتلقي أفضل في الإعادات بعد رمضان لأنه بيتم مشاهدتها بقى زي ما بنقول بالمصر كده على روائب على روائب فالمشاهدة اللي على روائب بتعطي العمل حقه على مستوى التلقي بنسبة كبيرة على عكس الأعمال اللي بيتم مشاهدتها في رمضان بنسبة عالية نتيجة إنها فيها خلطات معينة ربما تصبح جذبة لجمهور يعني زي مثلا البطل المسلسل يعني مثلا أمير كرار رحمه ولي مسلسل أكشن بالأساس في فكرة البطل الشعبي اللي هو في نفس الوقت ظابط بيتصدى للمجرمين والإرهابيين وأمير كرار طالع بلوك جديد يعني ممكن ده جذب مختلف لأنه طول الوقت طول السنين اللي فاتت كان دايما في الجانب الآخر يعني كان دايما هو البطل لكن الشرير أو البطل المجرم المرة دي هو البطل والظابط في الخير نقول فكفرد الهاب لأنه رعب مسلسل رعب وإحنا مسلسلات الرعب تكاد تكون قليلة أو شب منعبمة بالنسبة للدراما المصرية تحديدا فبالتالي الخلطة دي خلطة البطل الشعبي دي أو البطل الجذاب للطبقات الشعبية وخلطة تيمة الرعب هم أكتر حاجتين شدوا لأنك كمان خلي بالك اللي بتفرج على اليوتيوب بالأساس هم الشباب فنسبة المشاهدة العالية دي تحققت من خلال الشريحة دي تحديدا طيب عشان نستفاد ونستثمر الوقت المتبقي إيه أفضل مسلسل أنت برأيك ونعمل ما يشبه الاستفتاء أفضل مسلسل في رأيه هو هذا المساء إخراك تامر محسن ده مسلسل بيتحدث عن المجتمع المصري الحالي والآني من خلال فكرة العلاقة سيكولوجية العلاقة بين الطبقات غياب الطبقة المتوسطة وجود طبقتين فقط طبقة حليا وطبقة دنيا وكيفية التعامل أو نفسية التعامل ما بين هذه الطبقات والعلاقة ما بينها بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية الأنية والمعاصرة في سياق درامي شيق بيعتمد على ما يمكن الإطلاق عليه اللي هو السوشيال سوسبنس أو الإثارة الاجتماعية مست المواطن نعم مست المواطن على مستويات كتير يعني مست شرائح كتير من الجمهور اللي بيتعاطى مع هذه المشكلات وقعية فبالتالي هو شايفها بصورة جيدة على مستوى الدراما وبالمناسبة الإثارة الاجتماعية أو السوشيال سوسبنس هو من أصعب أنواع الدراما لأنه لا يوجد جرائم ومثلا يوجد مجرم وبطل يطرده أو لا توجد جريمة قتل يحاول أحدهم كشفها لكن هناك إثارة طول الوقت من خلال العلاقات الاجتماعية طيب أفضل مؤلف أفضل مؤلف في رأيه هم السنائي محمد رجاء وإياد عبد المجيد لمسلسل الحساب يجمع لأنهم قدروا يخلقوا عالم متكامل من خلال فكرة طبقة الخادمات يسرى بتقدم دور مخدماتية أو شخصية مسؤولة عن جلب الخادمات وبالتالي إحنا بندخل عدد كبير من البيوت ونتعرض إلى عدد كبير من المشاكل المعصرة والواقعية من خلال هذه الطبقة بالإضافة أنه زي هذا المساء نعرض الآن مسلسل الحساب زي هذا المساء برضو يتعرض لمشكلة من المشكلات الهامة في المكتب المصرية فكرة العلاقة ما بين الطبقات طيب ننتقل الآن إلى أفضل مخرج برأيك بما أننا اخترنا هذا المساء أفضل مسلسل فمن الطبيعي أن يكون تامر محسن هو أفضل مخرج تامر تعامل بشكل سينمائي كبير مع نص هذا المساء مع الأخذ في الاعتبار أنه كمان المسلسل فكرته أو قصته انتقالات سينمائية لها علاقة بكيفية الربط ما بين شخصيات هي منفصلة من خلال العوالم ولكنها متصلة داخليا ومتصلة من خلال الواقع الذي تعيشه والمشكلات التي توجهها لأن في النهاية مهما انفصلت الطبقات بتظل المشكلات في بعض الأحيان قريبا من بعضها خصوصا المشكلات النفسية والإنسانية ما بين مثلا الرجل وزوجته ما بين الشعور بالوحدة الشعور بالاختراب الضياع التيه فقدان الهدف في الحياة كل هذه المشكلات بتتساوى فيها الطبقات على مستوى كتير فالربط والانتقالات الحقيقة كانت في منتهى القوة والدقة طيب كان هناك نجوم في المواسم الماضية لم يظهروا بشكل قوي جدا في هذا الموسم رجعوا إلى الساحة بشكل كبير من رأيك من كان أفضل ممثل دور أول وممثل أيضا؟ أنا في رأيي أن خالد النبوي في واحدة الغروب قدر بشكل كبير أن هو يعود إلى صدارة المشهد الدرامي على المستوى التمثيل الحقيقة خالد كان ليه تجارب تلفزيونية في أعوام سابقة لم تحقق النجاح المطلوب أو لم تحقق التأثير المطلوب أنا شايف أن دور محمود عبد الظاهر اللي بيقدمه فيه واحدة الغروب هذا المأمور الذي هزم فيه الثورة العرابية وذهب إلى منفى شبه جباري في واحد سيوة وعلاقته بأهل الواحدة وصراعه الداخلي وعلاقته بزوجته كاثرين أنا شايف أن ده من أفضل الأدوار اللي قدمها خالد النبوي في فترة الأخيرة بالإضافة إلى أن الشخصية بتحمل كثير من الصراع الداخلي اللي قدر خالد النبوي من خلال لغة الجسد ومن خلال نبرة الصوت ونظرات العين أنه هو يعبر عنها بشكل كبير ومثل الدور أول؟ في مقابل خالد النبوي هناك مننا شلبي لأن مننا شلبي بتقدم دور شخصية أيرلندية سيدة أيرلندية تعيش في مصر وتتعلم اللغة العربية وتقع فيه هوى كل ما هو مصري وتقع في حب محمود عبدالظاهر الحقيقة مننا بزلت جهد كبير علشان تقدر تقدم الشخصية الأجنبية علشان تقدر تتمكن من الحديث بلغة عربية أو بلهجة مصرية فيها مكسرة مصري مكسر يعني بدون افتعال لأن عادة الشخصية اللي بتقدم الممثل اللي بتقدم شخصية أجنبية بيقع فيه فخ النمطية والافتعال في أداء اللغة لكن من الشلبي الحقيقة قدمت دور رائع جدا في تفصيلة اللغة تحديدة طيب ممكن تحدث عن ممثل أو ممثلة دور ثاني ممثل دور ثاني أنا شايف أن كريم فهمي في الحساب يجمع بيعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى بعيدا عن مساحة الشاب الجان أو الفتى الوسيم الستايل بتاعه الشكل بتاعه الشنب الكثيف الملابس من طبقة شعبية طريقة الكلام طريقة التعبير الجسدي نظرات العيون العنيفة خصوصا كمان الشخصية شخصية فيها جانب سايكوباتي لأنه اكتشف خيانة أمه مع زوج عمته وقتل زوج عمته فهو شخصية عندها بعد نفسي منحرف وغير سوي وتعرض لأزمة نفسية كبيرة وده كان كريم قدر يعبر عنه بشكل كبير أنا شايف أن كريم السنالي أعاد اكتشاف نفسه بعيدا عن مساحة الشاب الوسيم ممثلة؟ أيضا دور ثاني؟ ممثلة دور ثاني الحقيقة هو الأدوار الثانية جيدة على مستويات كتير هذه الموسم أفضل من الموسم الماضية أفضل من الموسم الماضية على مستويات كتير يعني تحديد أسماء بعينها الحقيقة يعني فعلا في أكتر من اسم فبالتالي تكون صعب المواصل يعني أنا شايف أن من المكاسب الحقيقية للموسم الدرامي 2017 هو ظهور عدد كبير من يعني ممثلات الصف التاني البارزات على مستوى كبير والأنا شايف أن هما حيكون لهم صدارة كبيرة جدا خلال الأعوام القادمة يعني رامي انتهى وقت هذه الفقرة أنا برأي أنه الثلاثاء القادم يكون انتهى شهر رمضان بوارد لكن انتهت هذه المواسم ربما نتحدث عن ما بعد شهر رمضان باعتبار أنه شريحة كبيرة من الجمهور يطالب على السوشيال ميديا إنتاج مسلسلات بعيدا عن رمضان على غرار المسلسلات التركية فأعتقد أن هذا موضوع مهم جدا شكرا جزيلا لي شكرا لي